سبب موضوعاتها المسير هنتكلم معاكم في حلقة النهاردة عن طلاق الدكتورة هبة اضب ورد فعل جزها بعد الطلاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة سيف ترند طبعا كلنا عارفين الدكتورة هبة اضب وغالبا ان هي بتصير جدل كبير جدا خلال الفترة الاخيرة بسبب تصريحاتها الجريئة واللي بتنصف فيها المرأة على الرجل سواء كان بالحق او بالباطل وطبعا في ناس كتير جدا بتسأل عن حياتها الشخصية وبتعيش ازاي مع جوزها وهل في ناس كتير تعرف مين هو زوج هبة اضب وبيكون الدكتور هشام عادل وهو قبل 3 بنات من الدكتورة هبة اضب الدكتور هشام عادل هو استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى الاصر العيني وبيعتبر من اشهر الاطباء العيون في مصر وهبة اضب بعد تصريحاتها على الفيسبوك قالت ان زوجها الدكتور هشام عادل قال ان هو مش بيعترض على الموضوعات اللي انا بتكلم فيها من خلال التلفزيون لانها دراستها في مجال الصحة الجنسية ولكن مؤخرا انتشرت بعض الاشعاعات على طلاق هبة اضب من زوجها بسبب الموضوعات اللي هي بتناقشها وتتكلم فيها بخصوص العلاقات الزوجية ولكن الدكتور هشام عادل طلق وكذب الخبر ده وقال ان الكلام ده كله ملهوش اي اساس من الصحة وكمان عبر عن حبه لزوجته ودكتورة هبة اضب وكان بيدافع عنها وده كان موضوع حلقة النهاردة بخصوص طلاق الدكتورة هبة اضب من جزهة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بالشتراك في القناة تظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته